السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن وفاة العلمة الدكتور يوسف القرضاوي الذي هو من كبار علماء الأمة الإسلامية انتقل هذا اليوم إلى رحمة الله الواسعة نريد أيها الأحب الكرام من باب قول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أن نتلمس لحظات من سيرة هؤلاء الشخصيات الذين قدموا الكثير ورحلوا من دار الفناء إلى دار البقاء بعد أن داقوا من كأس الموت كأس الموت التي قال فيها ربنا عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيمة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا مثاع الغرور نبدأ أيها الأحب الكرام بالعالم الجليل الداعية والفقيه والمحدث والمفسر الشيخ يوسف القرضاوي الذي فقدته الأمة الإسلامية قاطبة لأنه كان عالما من كبار العلماء ومحققا من كبار المحققين وداعيا مخلصا من الأفاضل توفي هذا اليوم عن عمر نهز 96 عاما لأنه من موليد 1926 بمصر فهو من المعمرين وهو من أكثر العلماء والفقهاء والمحدثين والدعاة المعاصرين أكثرهم جماهيرية وتأثيرا في الشعوب كل الناس يعرفونه حتى الخصوم لأنه استطاع أن يؤسس مدرسة واتجاها فقهيا معاصرا يقوم على التيسير وعلى الوسطية القائمة على الجمع بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر فهو يتميز بأن أسلوبه كان واضحا وكان بليغا وكان في أفكاره يميل إلى التيسير على الأمة وكان يسير في خط الوسطية والاعتدال وكان يتمسك بمحكمة الشرع وكان أيضا يراعي مقتضيات العصر هذا العالم الجليل نشأ يتيما كما نشأ الأنبياء والمرسلين ومعظم الصلحاء والأخيار والأبرار عاشوا أيتاما فقد فقد والده وعمره سنتين فقط وتربى في كنف عمه في البادية وكان يساعد عمه على الفلاحة وعلى الري وتربية المواشي ولاحظ بأنه يميل إلى الحفظ والإتقان فاستطاع أن يحفظ القرآن العظيم وهو في سن مبكرة دون العاشرة سنا استكمل حفظ القرآن العظيم وأتقن أحكام التجويد وحفظ الكثير من المتون ظهر النبوغ على الشيخ القرضاوي وهو صغير في البادية وهذا دفع بعض الأخيار رغم أنه فقير وأنه يتيم تكفلوا به وألحقوه بالأزهر وكان الأزهر أنداك قبلة للعالم الإسلامي يتخرج منه العلماء الأجل وهناك سوف يتم بسرعة دراسته الإبتدائية والثانوية ويدخل إلى كلية أصول الدين لأنه كان شغوفاً بالقرآن والسنة كان يقول ماذا أريد من هذه الحياة أريد أن أفقها دين الله ثم أبلغه لخلق الله صار في درب الدراسة والتحصيل إلى أن نال شهادة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى رسالته للدكتوراه هي شهيرة جداً هي في موضوع الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعية الشيخ القراضو في زمانه كان يعيش هموم الناس ومشاكل الناس ويعلم الفقر الذي كان يضرب الكثير من البلاد العربية والإسلامية وكان يلاحظ الغنى المتواجد في الوطن العربي والإسلامي وكان يتسأل كيف نوازم بين كفة الفقراء وكفة الأغنياء طبعاً التوازن يكون بإحياء فقه الزكاة فهو في رسالته الشهيرة لنيل الدكتوراه رسالة عظيمة في ثلاث مجلدات أو مجلدين سماها الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعية واشتهر بأنه فقه الزكاة استطاع هذا العلامة الجليل أن يبرز خاصية الوسطية الإسلامية التي تجمع بين السلفية في قواعدها المتينة وفي روح التجديد ورؤية المستقبل استطاع أن يمزج في دعوته بين الفكر النظري وبين الحركة العملية استطاع أن يركز على فقه السنن وفقه المقاصد وفقه الأولويات واستطاع أن أن يبرز التوازن بين ثوابت الإسلام ومتغيرات العصر واستطاع كيف يقنع عموم أبناء الأمة الإسلامية لالتمسك بكل قديم نافع وكان يرحب بكل جديد صالح هذا الرجل كان عالما مجددا في هذا العصر حتى أنه لم يكن مجرد عالم نظري يقرأ الكتب ويلقي الخطب من فوق المنابر وفي كراسي الوعظ والإرشاد كان ينزل إلى الميدان وكان يعمل في مختلف الألشطة الثقافية والفعاليات الاجتماعية من بين ذلك مثلا نذكر أنه رأى حملة التنصير قوية في دول أسيا وإفريقيا ولاحظ بأن يقف وراء هذه الدعوة للتنصير منظمات مسيحية ترفع شعارا تقول ادفع دولارا تنصر مسلما ادفع دولارا تنصر مسلما وستطاعت هذه الحملة المسيحية أنها تدخل أفواج كثيرة من الناس في أسيا وإفريقيا إلى الدين المسيحي فانبر الشيخ القرضوي رحمه الله لهذه الحملة ورفع شعارا مضادا وسماه ادفع دولارا تنقذ مسلما وتلك الفترة كانت هناك المجاعة وكان هناك الجفاف وكان الناس يموتون جوعا فرفع هذا الشعار ادفع دولارا تنقذ مسلما وأسس على اترها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي هدفها إنقاذ الفقراء من أبناء الأمة الإسلامية وحماية دينهم وعقيدتهم كان رجل مجدد كان يعيش الزمن ويعيش الواقع ولا ينغمس في القيل والقال وفي الحروب الوهمية كان مؤثر حقيقي رحمه الله تعالى لاحظ بأن وسائل الدعوة التقليدية لم تعد مؤثر في الناس وسائل الدعوة التقليدية كنت هي المنبر في المسجد أو المقال في الجريدة أو بعض كراسي الوعد والإرشاد هنا وهناك لأى بأن هذه الوسائل الدعوية تقليدية ولا تصل لتبليغ رسالة الإسلام إلى كل الشرح المجتمع فكان من الأوائل منذ سنين هو الذي كان سبقا لاستخدام الأنترنت في الدعوة الإسلامية وقام بتأسيس موقع معروف الآن قد منع اسمه إسلام أونلاين كان موقعا كبيرا يضم العديد من المواقع بداخله وكان يطرح فيه قضايا الفتاوى الفتاوى المعاصرة وهموم الدعوة وهموم الدعاة وكان يعتني بالصحة من الناحية الدينية وكان يعتني بشؤون المرأة وشؤون الشباب وشؤون الطفل وكان يطرح العديد من قضايا الفكر الإسلامي والسياسي بطريقة لبقة وبأسلوب معاصر يفهمه الجميع رحمه الله تعالى كان كان علما نشيطا للغاية كان وقته كله لله وكان عمره طويلا وعريضا عاش 96 سنة وكان عمره طويل وأيضا عريض من حيث الإنجازات فكان مدير لعدة مراكز إسلامية سواء في مصر وأيضا في الجزائر وكان عضوا في مجمع البحوط الإسلامية في مصر ثم ثم استطاع أن يهاجر إلى قطر وأسس مركز القرآن والسنة والسيرة ثم امتد نشاطه إلى العالم الأوروبي إلى أوروبا وهناك صار رئيسا للمجلس الأوروبي للإفتاح والبحوت ثم ركز نشاطه بالعالم الإسلامي بمكة المكرمة فصار عضوا بمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة واهتم بالبلوك واهتم بالنظام المالي فأسس هيئة الرقابة الشرعية لمجموعة من المصارف والأبناء خصوصا في قطر وفي البحرين وفي غيرها من الدول لكي ينفق على مشاريع خيرية واجتماعية بل واستطاع أن يكون عضوا لمجلس الأمناء لمنظمة الدعوة الإسلامية في إفريقيا هذه الأنشطة الكثيرة والكثيرة جدا وما ذكرناه هو غيض من فيض جعل علماء العالم الإسلامي يختارونه لرئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين منذ تأسيسه عام 2004 واستمر نشاطه في العديد من الدول في الخرطوم وفي أوكسفورد وغيرها من دول العالم كثيرة جدا وبالتالي نال في إحدى الأبحاث التي تقوم بها إحدى المنظمات العالمية بأنه في المرتبة الثالثة من بين عشرين شخصية على قائمة أكثر المفكرين تأثيرا على المستوى العالمي الإسلامي فهو الثالث على مستوى علماء الأمة الإسلامية والغيرهم ممن يؤثرون على الجماهير نذكر من ذلك أن الراحل العلامة الدكتور يوسف القرداوي شارك في الدروس الحسنية الرمضانية التي كانت تلقى بين حضرة أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه فقد كان يزور المغرب وألقى درسا حسنيا هو من أعظم الدروس التي تزخر بهها المكتبة الإسلامية المغربية في رمضان الف وتسعمية وتلاتة وتمانين وكان موضوعه حول تجديد الدين الإسلامي انطلاقا من الحديث النبوي الشريف إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها حديث وموضوع شيق وألقاه بطريقة بارعة أمام حضرة حضرة أمير المؤمنين السلطان الحسن الثاني طيب الله تراه وأمام العالم لأن الدروس الحسنية هي عبارة عن جامع عالمية الناس كله يتابعونها في كل أقلر العالم اللافت في هذا الدرس أن الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه سأل يوسف القراضاوي في آخر الدرس مباشرة بالقول قال له إن الذي نحفظه في رواية الحديث أنه بلفظ أن الله يبعث على رأسه كل مئة سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها وأنتم قلتم من يجدد لها دينها ولحظ العلماء بأن الملك الحسن الثاني كان عالما وكان على صواب فعلا أن الحديث الذي في الصيغة هو يبعث لهذه الأمة ليس من يجدد لها دينها في رواية ولكن صواب من يجدد لها أمر دينها لأن الدين هو مكتمل ولكن من يحركه من يفاعله من يسعى على نشره فهو من يجدد لأمر دينها وكان حوار طويل بين يوسف القراضاوي وبين جالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه صفحات مشرقة هي مشرفة للغاية هذا الرجل عاش تقريبا قرنا من الزمن واستطاع أن يؤلف الكثير من الكتب أكثر من مئة وسبعين مؤلف لكم أن تتصوروا أكثر من مئة وسبعين مؤلف لأن هناك علماء يعملون لكن لا يكتبون وهناك علماء يكتبون لكن لا يعملون وهو استطاع أن يجمع بين العمل والكتابة أشهر كتاب لديه أدعوكم لقراءته أيها الأحبة الكرام كتاب الحلال والحرام في الإسلام كتاب جمع فيه كل ما يتعلق ببيان الحلال والحرام في الإسلام بطريقة فريدة معاصرة يعتمد على النص القرآني وعلى النص الحديثي وعلى المشهور من أقوال العلماء الأئمة الأعلام ويعطيه بأسلوب سلس واضح يستجيب لتساؤلات الناس ولتحديات ومقتضيات العصر أيضا كتابه الشهير من أراد أن يتفقى في الاقتصاد الإسلامي كتابه لنيل الدكتوراه ظور الزكاة في علاج المشاكل الاقتصادية له كتاب عظيم جدا يتعلق بالقرآن كيف نتعامل مع القرآن العظيم كتاب جيد يعلمك القواعد للتعلم مع كتاب الله ولو كتاب آخر موازي سماه كيف نتعامل مع السنة النبوية فالسنة النبوية هي أعداد كبيرة بالآلاف للأحديث النبوية كيف نتعامل معها كيف نصنفها كيف نستدل بها وله كتاب جيد جدا المدخل لدراسة السيرة النبوية الشريفة وأعطى أنمودة جميل للسيرة عوض أن يسرد الأحداث كان يقف على المواضيع بشكل رائع حول شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم له كتاب أيضا سماه كتاب الفتاوى المعاصرة فتاوى كثيرة متعلقة بالعبادات والمعاملات وبقضايا العلاقات الدولية وغيرها من تحديات العصرة وله كتاب أيضا ربما ينفع عموم الناس سماه تيسير الفقه للمسلم المعاصر لأن كتب الفقه هي بالمئات هناك مصنفات قد تجد في المصنف الواحد عشر مجلدات ولا يستطيع الإنسان المعاصر أن يقرأ كل هذه الكتب فاستطاع أن يسير في كتاب واحد سماها تيسير الفقه للمسلم المعاصر وتكلم عن قضية الدولة لأنه كان يؤمن بأن الإسلام لا تقوم له قائمة إلا في أحضان الدولة بأركانها فكان يدعو إلى الدولة والحفاظ على أركانها وعلى سلطانها وله كتاب مشهور سماه من فقه الدولة في الإسلام أيضا كان يعتني بشؤون المسلمين خارج أرض الوطن الإسلامي في أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأسيا سماه فقه الأقليات كتاب جيد جمع فيه كل ما يخص الأقليات المسلمة في البلاد الغير الإسلامية وسماه في فقه الأقليات الإسلامية وأيضا تحدث عن قضايا التراث الإسلامي كيف أن هناك تيار يحافظ على التقليد وهناك تيار ينجذب نحو التجديد كيف نوازن بين الأمرين كتب كتبه الشهير الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد كذلك في قضايا الفتوى في زمان قريب كان هناك تسيب في الفتوى كان هناك عدة جهات الكل يفتي بمشاء هناك شباب وهناك مشايخ وهناك علماء وهناك أنصف علماء وهناك طلاب علم وهناك مغرضون وهناك أشخاص أشكال وألوان فكتب كتاب يرد كل على هؤلاء سماه الفتوى بين الإنضباط والتسيب كيف نضبط الفتوى بقضايا كثيرة مرتبطة مثلا بعلم الأصول وعلم الحديث وعلم علم القرآن وغيرها من العلوم المقاصدية لكي نضبط الفتوى ونحميها من التسيب وكان يدافع عن الشريعة الإسلامية ضد من كانوا يسمون أنفسهم بالعلمانيين كانوا يقولون الشريعة لا تصلح لهذا الزمن فكان يقنعهم بالدليل والبرهان وكتابه الشهير المسمى عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية دليل ناطق على الإقناع المنطقي والعقلي بأن الشريعة الإسلامية المعاصرة فيها من السعة والمرونة على أن تستطيع أن تغطي كل حياة المسلمين في شؤونهم الخاصة والعامة وتحدث عن زراعة الأعضاء في ضوء الشريعة الإسلامية هذا موضوع كان قد كتر حوله الجدل بين الأطباء ومين الممرضين وبين الفقهاء والمحدثين فكتب كتابه بشكل علمي حول زراعة الأعضاء في ضوء الشريعة الإسلامية وكان يهتم كثيرا بقضايا المجتمع خصوصا الفقر الذي كان ينهش بعض الدول الإسلامية وبعض الأوساط الإنسانية فكتب كتابه الشهير مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام وكان دوما يسعى إلى التنمية الاقتصادية لأن المال هو عصب الحياة فكتب كتاباته حول الفقه المالي كثيرا منها بيع المرابحة للآمر بالشراء هذا صنف من المرابحة كالمشاركة والقراض في النظام البنكي وتكلم عن الفوائد البنكية وعن الربى المحرم وغيرها ولم ينسى كل هذا القيم الأخلاقية فحتى في الاقتصاد له كتاب سماه ذور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي لأن الاقتصاد لا يقوم فقط على الربح وقد يدوس كرامة الناس ومصالح الناس لا بد أن ينمي التروى دون أن يمس القيم والأخلاق الإنسانية ثم تكلم عن التزكية الروحية وعن الإيمان فكتاباته عظيمة في هذا المجال منها كتابه الإيمان بالقدر وكتابه حقيقة التوحيد وكتابه المراقبة والمحاسبة وكان يرد أيضا على بعض القضايا في الدين التي لا يقبلها العقلانيون من مثل مثلا الشفاعة قد يتشفاعة مرفوضة عند العقلانيين وعند المعتزلة وعند عدد من أصحاب المنطق العقلي فكان كتابه الشهير المعروب الشفاعة في الآخرة بين النقل والعقل هذه فقط نبدأ قصيرا عن أهم الكتابات وحصل على جوائز كثيرة جدا منها جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي وجائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية وجائزة العطاء العلمي المتميز من رئيس الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا وغيرها هذا أيها الأحباب الكرام فقط إطلال موجزة مختصرة عن هذا العالم من كبار علماء الأمة ونريد أن نعلق على هذا الحدث موت علماء الأمة وصلحاؤها هو في الحقيقة خطب وجلل ورزية عظيمة لأن الأشخاص كلما كان دورهم عظيما وأثرهم كبيرا كانت المصيبة بفقدهم أشد فالشيخ العلام القرضاوي كان من كبراء علماء الأمة ولا شك أن فقده اليوم هو خطب جلل ومصيبة عظيمة أنك تفقد تعالما صعب جدا أنك تعوضه هناك فرق كبير بين موت إنسان عادي من عامة الناس لا يكاد يشعر بفقده إلا أهله وأقاربه فيترحمون عليه ويدعون له بالرحمة والمغفرة فرق بين إنسان عادي وفرق بين موت علم من أعلام الأمة وحبر من أحبارها يستفيد الناس من علمه وفتاويه ويعبدون الله تعالى على بصيرة بفضل توجيهاته ويتعلمون منه ما شرع الله الأمة عندما تفقد خيارها وعلماءها تصير كالجسد بلا رحم وكالمركب بلا شرع وهذا ما ذكره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبكي عليما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا سؤالنا أيها الأحباب الكرام ماذا خسرنا بموت العلماء الأجلة خسرنا الورثين من ورثة النبوة فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم خسرنا العدول الذين ينفون عن دين الله التحريف والتأويل فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين خسرنا الكثير بموت العلماء الأمة فنسأل الله عز وجل أن يغفر لفقيدنا العلامة الدكتور الشيخ يوسف القرضوي اللهم اغفر له وارحم رحمة واسعة واعفو عنه يا رب العالمين وأكرم نزله وأدخله جنة الفردوس واحشره مع النبيين والصديقين والأولياء المقربين إنك سميع قريب مجيب الدعاء